لمزيد من القراءة والتحليل حول ذلك من رمالة ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسية سيد زيد الأيوبي أهلا بك معنا سيد زيد والتحليلات متعددة منذ السابع من أكتوبر لدوافع حماسي القيام بطوفان الأقصى إلى أي درجة اليوم هذه التقارير تستنت حقيقة على منطق العلاقة ما بين تركيا وما بين لنقل العدالة والتنمية تحديدا وما بين التنظيمات الإخوانية الأخرى في المنطقة ليست سرية وليست خافية إن كان حماس إن كان في مصر وحتى في السودان فبالتالي ما حاجة حماس للقيام بطوفان الأقصى وفق هذه القراءة طبعا تحياتي لك وللمشاهدين ستة صبيح أهلا بك يعني خليني أحكي لك بداية يعني هذه الوثائق حتى الآن لا يوجد شيء ما يؤكدها أو ينفيها ويجب أن نسمع أيضا من الأتراك حول مضمون هذه الوثائق ولكن في موضوع خليني أحكي لك طلب 20 مليون دولار من قبل حماس من أجل يعني السكوت خليني نحكي على أي توجه أو أي سلوك سياسي للرئيس أردوغان ولتركيا مع إسرائيل في اعتقاد هذا أمر خطير جدا ويدعو للكثير من الأسئلة والتساؤلات إذا كان صحيحا يعني قبل مسألة الأموال يعني القول أن الجهود السلامة بين إسرائيل ودول المنطقة كانت وما زالت تثير قلق حماس إلى أي درجة من خلال ما يحدث الآن لعمليات توسيع نطاق هذه المواجهات مع إسرائيل فتح جبهات أخرى حزب الله الحوثي جنوبا ما يحدث في العراق يدلل ويؤكد على أن هذه القراءة تكون صحيحة يعني ضمن الظروف التي كانت موجودة في ذلك الوقت من الممكن أن تكون هذه القراءة صحيحة خصوصا بارتباط حماس بالحرس الثوري الإيراني وطموحات إيران في المنطقة والمصالح الإيرانية قبل أيام الناطق باسم الحرس الثوري الإيراني قال أنه 7 أكتوبر كان ردا على اغتيال قاسم سليماني بالتالي شوفي أنا خليني أحكي لك شيء طريقة التعاطي الإقليمية من قبل حماس أو سياسات حماس الإقليمية أنا شخصيا بقول ما في شيء ممكن يكون غريب على حركة حماس بدليل نتحدث عن شيء ملموس بين إيدينا وإحنا بنعرفه فكرة الحقيبة القطرية التي كان يدخلها نتنياهو عبر مطار بن جوريون والشباك إلى جيوب قادة حماس والكل يعرف هذه القصة عندما جاء السفير العمادي إلى غزة وقال لخليل الحية هذه الفلوس موجودة ونبي هدوء هذا كان يدل على أن حماس كانت تستخدم مسيرة العودة واللي كان يعني من نتائجها وجود جيش من المقطوعة أرجلهم من الشباب الفلسطيني من أجل إدخال هذه الأموال هذا يعني خلينا أحكي لك واقعة حقيقية نستطيع أن نؤكدها بالتالي ومن الممكن الاستئناس بها من أجل بناء أي تصور أو أي رؤية لها علاقة بأهداف حماس من أي شيء تقوم به في الساحة في الساحة الفلسطينية بكل الأحوال يعني خليني أحكي لك أنه ارتباط حماس بإيران مفضوح وهو ليس أمر سري هم أنفسهم يقولون شكرا إيران قاسم سليماني شهيد القدس وإلى آخره يعني وإيران تقول الآن أن طفان الأقصى كان انتقام لمقتل قاسم سليماني ولو أنها تصريحات تبرأ منها الحرس الثوري وهي كانت بالأساس على لسان المتحدث باسم الحرس الثوري ولكن الآن ما مدى خطورة هذه القراءات على الغزيين خاصة وأن الأهداف الإيرانية تحقيقها لا يمر إلا عبر حمامات من الدم في عدد من الجغرافيا من ضمنها قطاع غزة هل هذا يعني الاستمرار في هذا السيناريو الكارثي داخل القطاع خطورة ذلك على سكانه خطورة ذلك على القضية برمتها الآن أن تتحول إلى بيضق من البدادق الإقليمية بالنسبة لإيران بالنسبة لحماس بالنسبة الآن نتحدث حتى عن دخول تركيا على الخط بشكل أو بآخر قبل السابع من أكتوبر أختة صبيح أنا بدأ أسألك سؤال هي قيادة حماس الآن كتير بالشعب الفلسطيني اللي عم ينطبح اليوم يعني الإجابة لديك سيد زيد بالحد الأدنى يوفر لهم ملاجئ يوفر لهم ملاجئ بالحد الأدنى عندما سؤل موسى أبو مرزوق لماذا شيدتم أنفاق لكم وملاجئ ولم تشيدوا للشعب الفلسطيني قال هؤلاء مقاتلين ومسؤوليتنا ولكن باقي الشعب الفلسطيني هي مسؤولية المجتمع الدولي بالتالي نحن أخت الكريمة نتحدث عن حركة موضوعها وأهدافها ليس لها علاقة بأهداف الشعب الفلسطيني ولكن توجد نقاشات أخرى الآن تصر على أن تكون حماس جزء من مقاربات الحل القادم السياسية والمقاربات الأمنية داخل القطاع وهذه هي العقدة الآن المرفوضة من الجانب الإسرائيلي المرفوضة من الجانب الأمريكي يعني كيف يمكن تجاوز هذه العقبة مع كل هذه القراءات التي تشكك حقيقة في الدوافع وراء طفان الأقصى دوافع وراء ما يحدث الآن من حمام دم مستمر داخل غزة شوفي أختي تصبيح بدأ أقول لك شيء لو نزلتوا على قطاع غزة الآن وعملتوا تقرير تسمعوا المواطن الغزة الناس النازحين شو رأيهم في حكم حماس قبل أيام خلال إدخال المساعدات حماس قتلت الشاب أحمد بريكي لأنه يطلب مساعدة السؤال هل هناك من كل الفضائيات العاملة في قطاع غزة العربية والأجنبية تحدثت عن هذه الممارسة وهي في ظل الحرب والمفروض أن حماس تحمي الناس وليس تقتلهم بكل الأحوال دعنا أحكي لك اليوم لسان حال المواطن الغزة يقول شغلتين نريد الخلاص من الاحتلال والخلاص من حماس حتى نستطيع أن نعيش وهذا الأمر برسم الإجابة أمام حركة حماس والمسؤولية الوطنية إذا كان لديهم مسؤولية وطنية أن يتحلوا بالمسؤولية الوطنية الحقيقية تجاه شعبهم أولا ما يحدث على الأرض في قطاع غزة هو مجازر حقيقية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي صحيح ولكن أيضا حماس ذهبت بالشعب الفلسطيني إلى هذه المجازر ووضعتهم تحت سكين الاحتلال دون أن تهيئ لهم أي نوع من أنواع الحماية هذه الأسئلة المهمة من شان مين؟ من شان إيران؟ من شان قاسم سليماني؟ من شان أحرج المعسكر الفلاني أو إلى آخره؟ هل هذه السياسات تستحق أن شعبنا يذبح من الوريد إلى الوريد على سكين الاحتلال وبمغامرات من قبل حماس؟ هذه أسئلة مهمة جدا ستواجهها حركة حماس وهل هناك مقدرة الآن على بلورة أي مشروع وطني سياسي ينهي أحرف في قطاع غزة؟ يكون له مقبولية وربما إقناع أو إيجاد آلية الضغط لإزاحة حماس عن قطاع غزة؟ واقعيا هل هذه المسألة يبدو أنها ممكنة سيد زايد برأيك؟ يعني حماس رغم كل ما يحدث قيادتها لازالت متمسكة بأنه يجب أن تكون جزء من أي حل له علاقة بمستقبل قطاع غزة؟ طيب اليوم العالم كله رافض حركة حماس بما فيه أهل غزة اللي يعني يعاني الأمرين مرة من حماس ومرة من قطاع غزة أنا أقول أن حماس يجب أن تهدأ قليلا وتفكر بمنطقية وعقلانية ويتحمل لمرة واحدة المسئولية الوطنية تجاهد الشعب وهؤلاء الأطفال وهؤلاء المساكين أكثر من مليون وثمانمائة ألف إنسان نازحين بالعراء يفترشون الأرض ويلتحفون السماء أنا الآن لأن تتعامل حماس لمرة واحدة بعقلانية وبوطنية وقادرة حماس على حل هذه المشكلة مع أنه كل القراءة تقول أن الأمور تزاد تعقيدا الآن داخل قطاع غزة مع التخوفات حتى من فتح جبهة جديدة شمالا مع إسرائيل وإتساع حتى نطاق هذا أسراء نحن في ناية المطاف أختي تسابيح أختي تسابيح تفضل سريعا لو سبح تفضل في ناية المطاف الاحتلال الإسرائيلي صحيح يتحمل مسؤولية ما يحدث في داخل قطاع غزة كونه هو الذي يقتل وهو الذي يدمر ولكن أيضا مطلوب من حماس أن تعيد حساباتها جيدا وتتحمل المسؤولية الوطنية تجاه شعبنا وتجاه قضيتنا الوطنية وأن تتخلى عن كل ارتباطاتها الإقليمية وترتبط فقط بفلسطين أولا وأخيرا عندها نستطيع أن نخلص شعبنا من ويلات هذا الدمار يعني ما تقوله ويفتح نقاشات أخرى لا وقت لها سيد زايد حول آلية ترتيب البيت السياسي الفلسطيني وأهمية وضرورة ذلك ولكن هذا ما سمح به وقت النقاش شكرا جزيلا لك من رمالة ضيفي سيد زايد الأيوبي على هذه الإضاحات القيمة التي تفضلت بها معنا أشكرك